يبقى فيه حد إيه خلاص بقى يلا دلوقتي لأنه فعلا هو يلا دلوقتي مش السنة الجاية ولا اللي وراها خلاص يعني هو يلا دلوقتي يعني أنت لو طالع برة أنت طبعا شفت تجربة الاحتراف دي بدري أما روحت صغير بلجيكا والبرتغال وكل الكلام ده إنما طبعا هي ليست تجارب ناتجة زي دلوقتي أنت دلوقتي رايح في التجربة الجادة جدا فهل أنت ممكن تضحي بالاحتراف الخارجي تعال فأنا بحس دلوقتي بعد تجربة صلاح ونني ومصطفى محمد وكل دول وترزيجي ابتدى لعيب المصري برضو عنده بصة برة كده طبعا بقول ده ده حلم المشروع لكل واحد يعني وأكيد جوايا فيه حتة بتختار أن أنت تطلع برة تحترف طبيعي بس فيه حاجات بتغلب حاجات فيه حاجات بتد يعني يعني أنت الغاد دلوقتي عين في الجنة وعين في النار يعني لو في إيدك أنت ما تقررش قوي لا هو أنا فيه حاجات بتتحسب بالعقل وفيه حاجات بتحسب بالقلب أنا الاتنين يعني بيتخنقوا مع بعض دلوقتي أيه ما أنا عارف عين في الجنة وعين في النار قلبي بيقول حاجة أن أنت يعني أنا مبسوط في الوضع اللي أنا فيه وعايز يعني أنا بطمح لأن أنا أعمل أرقام أكبر من الأرقام السندي أعمل تاريخ أكبر من اللي أنا بعمله دلوقتي أكسب بطولات أكتر من اللي أنا بكسبها دلوقتي فدي حاجة مش هتوقف هنا أنت زيزو ما أنا لسه ببدأ أنا بالنسبة لي أنا لسه ببدأ أنا لسه من وجهة نظري فيه حاجات أنا مش مبسوط مني فيها يعني أنا فيه حاجات مش مش بقول ده كفاية أنت راجل محترف لو